السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة الدقائق التقنية في فيديو جديد في هذا الفيديو سنقدم أفضل هاتف من ناحية التصوير ومن أفضل الهواتف الرائدة الموجودة حاليا وهو الأوبو فين إكس إثنان برون سنتعرف في هذا الفيديو على سعره في الجزائر مع منصفاته وميزاته لكن قبل البدء أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك لتحقيق لأن نقدم المزيد فتصميم الهاتف مميز وجذاب حيث يأتي من الخلف بثلاث كاميرات داخل مستطيل والكاميرات بارزة قليلة على ظهر الهاتف ومن الأمام يأتي على شكل الثقب أعلى يسار الشاشة والخامات المستخدمة في الهاتف تأتي من السيراميك والهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68 حتى متر ونصف أسفل الماء لمدة نصف ساعة والشاشة الهاتف تأتي بحجم 6.7 إنش من نوع أملد فهي منحنية من الجوانب وتأتي بجودة الـ QHD Plus بدقة عرض 1440 في 368 بيكسل بمعدل كثافة بيكسلات 513 بيكسل لكل إنش مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل السادس والشيء المميز أنها تدعم معدل التحديث 120 هرتز وتحتل الشاشة نسبة 90.9 من الواجهة الأمامية كما أنها تعطي وضوح ممتاز تحت أشعة الشمس وهذا بفضل 300 نيتس وأداء الهاتف يأتي بمعالج سناب دراقو 365 بمعمارية 7 نانومتر مع معالج رسومي آدرينو 650 فهو يقدم أداء جيد جدا من ناحية الألعاب فهو نفس المعالج الموجود في هاتفي وانبلاس 8 والشاومي 110 والكاميرات الخلفية تأتي بارزة قليلا على ظهر الهاتف فهي ثلاث كاميرات الأولى بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة عدس آف 1.7 وتأتي بمستشعر سوني والكاميرا الثانية بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة عدس آف 3.0 وهي الخاصة بالتقريب والكاميرا الثالثة والآخيرة تأتي بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة عدس آف 2.2 وهي الخاصة بالتصوير الوسع مع فلاش خلفي ثونائي وكاميرا السلفي تأتي بدقة 32 ميجابيكسل بفتحة عدس آف 2.4 فالكاميرا تدعم تصوير الفيديو بجودة الفوركاي بمعدل التقاط 30 و60 إطار في أثانية ويدعم أيضا بجودة الفول أش دي والأش دي بمعدل التقاط 30 و60 إطار في أثانية وأما البطارية فهي بحجم 4260 ميلي أمبار مع دعمه للشحن السري بقوة 65 واط ويشحن الهاتف بالكامل 100% في ظرف 38 دقيقة فقط ويأتي الهاتف بنظام أندريدا 10 مع واجهة أوبو الأحدث كولور أو آس 7.1 ومنفت اليسكي يأتي من نوع الأحدث طيب سي ومستشعر البصمة مدمج بالشاشة ويدعم الهاتف السماعات الخارجية استيريو للحصول على تجربة صوتية أفضل ويدعم المايك الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج ويدعم شريحتين اتصال من نوع نانوسيم ويزن الهاتف 217 جرام ومميزات الهاتف فيعتبر من أقوى الهاتف التي يمكنك الحصول عليها حاليا وهذا بفضل المعالج الذي يقدم آداء ممتاز جدا ولن تعاني من أي مشاكل أثناء اللعب وقد حصل على منصة أنتوتو على أكثر من 593 ألف نقطة والميزة الثانية في الهاتف أن الكاميرات الخلفية ممتازة وكاميرا سيلفي أيضا جيدة فكاميرات تعد واحدة من أفضل الكاميرات لسنة 2020 وقد احتلت المرتبة الثانية من ناحية التصوير والشيء المميز في هذا الهاتف أنه يأتي بشاشة تقدم آداء أكثر من رأع سواء من حيث الألوان أو التشبع أو حدة التفاصيل ومعان 120 هرتز ودقة الـ QHD Plus ستعطيك تجربة فاردة من نوعها مع السلاسة في التصفح والتنقل بين التطبيقات والبطارية ممتازة وتصمد معك اليوم لأن المعالج ومع 7 نانومتر سوفر لك في استهلاك الطاقة كما أن الهاتف يدعم الشحن السريع لذلك ستمكن في وقت قصير من شحنه 100% والخامات رائدة جدا ومع تصميم المذهل والرائع والجذاب كما أن الهاتف مقاوم للماء والغبار والشيء المميز أنه يدعم صوت استيريو يعطيك تجربة صوتية ممتازة وعيوب الهاتف فأول عيب أنه لا يدعم منفذ 3.5 ملي متر الخاص بالسماعات الأذن كما أن الهاتف لا يدعم التصوير بجودة 8 كاي وزن الهاتف ثقيل نسبيا ولا يدعم تركيب الذاكرة الخارجية ولا يدعم لمبة الإشعارات لكن يمكنك تعويضها عن طريق الحواف فهي توضيه في حالة تلقي إشعار على العموم الهاتف يقدم مواصفات قوية جدا ومن أفضل هواتف الفئة الرائدة وسعر الهاتف في الجزائر نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا فرام يدير 19 مليون وفي الأخير هذا ما كل لدينا من سعر مصطفات هاتف الأوبو فين إكس إثنان برو في الجزائر مع ميزاته وعيوب لذلك أرجو اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك لتحفيزنا نقدم المزيد إلى اللقاء عزيزي المشاهدين